دخول فيينا إلى الدرع الواقي القوي في أوروبا ربما له أصداء أخرى أكبر لأن فيينا معروف موقفها من موضع الحروب وما إلى ذلك خالد أبو بكر مراسل القهرة الإخبارية في فيينا في النمسا يضعنا في التفاصيل أهلا بك خالد إذن السماء الأوروبية سكاي شيلد نظام جماعي للدفاع القوي تنظم إليه الآن النمسا ما هي الأصداء لانضمام النمسا والتداعيات لهذا التوقيع تحياتي إليك راعد أصداء واسعة هنا في النمسا نتيجة انضمام فيينا إلى درع السماء الأوروبية فعلى الفور شنت المعارضة تحديدا حزب الحرية اليميني هجوما عنيفا على الحكومة واعتبر أنها بنضمامها إلى هذه المبادرة الأوروبية التي يوجد فيها العديد من دول الناتو اعتبر أن النمسا قد خانت حيادها وهو ما ردت عليه وزيرة الدفاع بهجوم عنيف على حزب الحرية وعلى رئيسه هيربرت كيكل التي قالت أن كيكل يعد خطرا على الأمن القومي للنمسا وبذلك دخل سكاي شيلد في قلب الحملات الانتخابية المشتعرة للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في التاسع من يونيو المقبل أيضا مسألة الحياد كانت النمسا وكذلك سويسرا وهما محايدتان عند توقيع إعلان النواية لانضمام لهذا النظام الدفاعي الجوي الجماعي في شهر يوليو الماضي قد وقع بيانا مشتركا ملحقا بالانضمام يؤكد على أن هذه العملية وهذا الاشتراك في هذا النظام لا يؤثر على حياد كلا البلدين لكن الانتقادات واسعة بالنظر إلى صعوبة الفصل إذا من دلع عمل عسكري يقول البعض من سيطلق أوامر الاشتباك فوق سماء النمسا وفوق سماء سويسرا أيضا مسائل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في هذا النظام مسألة أيضا إذا ما كان هناك عمل عدائي مع دولة بخلاف النمسا وبخلاف سويسرا ومرت طائرات فوق سماء هذين البلدين فبموجب الانضمام يتعين عليها أن تخبر قيادة ذلك النظام وبالتالي تكون قد اشتركت بالفعل في العمل العسكري وبالتالي هي خطوة يرى المراقبون أنها تقرب فيينا وتقرب بيرن أكثر إلى حلف شمال الأطلنطي بالرغم من تأكيدهما على أنهما بلدان محايدان وهذا هو ما فعلته الحرب الروسية الأوكرانية من تغيرات جيو سياسية جملت القارة الأوروبية بكاملها وأدت إلى سباق تسلح كبير فالنمسا أعلنت عن إعادة تسليح الجيش وخصصت لذلك 20 مليار يورو حتى عام 2017 بتأكيد هناك تدعيات سنعود إليك ما قد قديد حول هذا الموضوع شكرا جزيلا لك خالد أبو بكر مواصل قهر الإخبارية من فيينا